اشتركوا في القناة لا إله إلا هو الرحمن الرحيم واضح لنا جميعا أن قضية الإسلام الأساسية هي قضية التوحيد توحيد الله في الربوبية وتوحيد الله في العبودية وتوحيد الله في الأسماء والصفات فقال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية فأتى الله عز وجل بعشر آيات كونية وأنزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون عشر آيات بينات وأدلة ساطعة على توحيد الله عز وجل فلم يصبق أن ادعى أحد أنه أوجد تلك الموجودات أو خلق هذه المخلوقات ورغم هذا البيان التام وللأسف الشديد فهناك من الناس من يتخذ من دون الله أنداذا ونزل قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ومع هذه الأدلة الكونية والبراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون الله أصناما وأوثانا وأولياء يجعلونهم نذراء ومثلاء لله سبحانه وتعالى ويعطونهم من المحبة والتعظيم والطاعة ما لا يليق إلا بالله وحده والمؤمنون أعظم حبا من حب هؤلاء المشركين لله لأن المؤمنين أخلصوا الحب لله بينما المشركون أشركوا في حبهم لله ولو يعلموا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنيا حين يشاهدون عذاب الآخرة أن الله عز وجل هو المتفرد بالقوة المطلقة والقدرة المطلقة جميعا وأن الله شديد العذاب لما اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها ويتقربون إليها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ونذراء ومثلاء من الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر والكبور والأضرحة وغيرها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من الأحبار والرهبان والشيوخ والرؤساء المطاعون في كل ما يحلون وما يحرمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا في وقت الرخاء أما في وقت البلاء فيعرض عن كل الأنداد ويتجه إلى الله تعالى وحده وهل هناك ذنب أعظم من أن تجعل لله ندا وهو خلقك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا في الدعاء والتوسل والنذر والذبح وغيرها من أشكال العبودية ويا للعجب يفعلون كل هذا وهم يعلمون أن الأنداد لا يخلقون ولا يرزكون ولا ينفعون ولا يضرون وللأسف الشديد في هذا الزمان هناك من المسلمين من يلجأون إلى كبور أولياء الله الصالحين فيتضرعون إليهم بالدعاء والتوسل والنذر والذبح وغيره من أشكال العبودية ولماذا يتخذ أولئك الناس من دون الله أندادا والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك يحبونهم كحب الله فأشركوا الأنداد في محبة الله بل أنهم يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله فأحبوا من لا يستحق من الحب شيئا وهذا هو عين الشقاء والبلاء وما يستحق المحبة الكاملة سوى الله ومحبة الله وحدة واحدة لا يمكن أن تجزأ بين الأنداد والشركاء ولما أدرك الذين آمنوا حقيقة الله عز وجل أحبهم الله فأحبوه ومحبة الله وحده هي عين الصلاح والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة والذين آمنوا أشد حبا لله لأن حب المؤمنين عن يقين بينما حب المشركين عن أوهام وظنون وعقيدة باطلة ومن الذي يشهد للذين آمنوا بمحبة الله إنه الله عز وجل ومن شهد له محبوبه بالمحبة فإن محبته أتم وهل هناك من تعارض بين محبة الذين آمنوا لله ومحبة الذين آمنوا لرسول الله لا لأن محبة الله هي الأصل ويستمد منها كل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أشد حبا لله في السراء والضراء في الشدة والرخاء في العسر واليسر فمحبة الله بإخلاص أصل من أصول العقيدة والإيمان وهي واجب وفرض على كل مسلم ومسلمة ويجب أن تكون المحبة كلها لله فتحب لله وفي الله وضرب المؤمنون الصادقون أروع الأمثلة في محبة الله فهاجروا وتركوا الديار والأموال والأهل وضحوا في سبيل الله بأرواحهم وأموالهم وأبنائهم وأغلى ما لديهم ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنيا حين يشاهدون عذاب الآخرة ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد إذ يرون العذاب يوم القيامة بأبصارهم عيانا بيانا وحينها يدركون أن القوة جميعا لله وأن القدرة جميعا لله أن أندادهم ليس فيها من القوة من شيء وأنها عاجزة وأن الله شديد العذاب لما اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها ويتقربون إليها فخاب ظنهم وحق عليهم العذاب والخلود في النار فهل بعد هذا من خسران فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم